بالقليل من المرح الممزوج بالكثير من الألم يقضي هؤلاء الأطفال أوقات عصيبة في مركز الأورام لعلاج السرطان في محافظة الحديدة المحافظة التي تتقاسم الأمراض أبناءها وتتوزعهم غير مكترثة بأعمارهم ويضرب السرطان صغار السن كالكبار ولا تبدو أنها ستكون على موعد مع الخلاص من هذه الحالة قريبا مع دخول الحرب عامها الثالث تتزايد معاناة مرضى السرطان بمحافظة الحديدة غربي البلاد فالأدوية الكيميائية لم تعد في متناول هؤلاء المرضى من الفقراء الذين ينتظرون العلاج المجاني في مركز الأمل لعلاج أورام السرطان حيث أنشئ في العام 2006 وظل على مدى أكثر من عقد ونصف يستقبل آلاف المرضى المصابين بالسرطان من الحديدة والمحافظات المجاورة كمحافظات حجة والمحويت وريمة دعوة لكل المنظمات العاملة في الكطاع الطبي والإغاثي ودعوة للإخوة في الكطاع الخاص تجيار وغير ذلك إلى أن يقوموا بدعم المركز حتى يستمر في فاتح أبوابه لمرضى السرطان ليقدم لهم الخدمة الطبية المجانية كعادته وأيضا لتستقر حالتهم الصحية وليقصلوا على الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى ما لم فإن المركز سيضطر إلى إغلاق أبوابه أمام هؤلاء المرضى مما يسبب انتكاسا لحالتهم وربما الوفاة لا قدر الله عمل المركز على تقديم الرعاية الطبية والنفسية والاستشارات الطبية إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية وتزويد المرضى بالوجبات الغذائية اليوم مع الأزمة القائمة في البلاد يعاني المركز من شحة الدعم المالي خصوصا وأنه يعمل بمساعدات مالية من رجال أعمال ومؤسسات خيرية الكثير من المناشدات التي أطلقها المركز في المرات السابقة تلاشت ولم تسهم في انتشال المركز من واقعه المترد في ظل استمرار سيطرة الميليشيا على مفاصل مؤسسات الدولة ونهبها حيث يتزايد الهمال يوما عن آخر فلا أحد على ما يبدو مكترث للفاجعة التي يمكن أن تحدث بحق عشرات المرضى إذا ما توقف المركز الوحيد عن العمل يحاول المركز البقاء رغم كل شيء وتقديم الخدمة غير أنه يواجه صعوبات مالية وعلاجية ربما يتسبب في إغلاقه في أي لحظة قادمة وهو ما يعني مزيدا من الوجع في محافظة لا ينقصها شيء من أسبابه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة